طب أنا هسأل حضرتك على بعض المصطلحات السائدة الآن ومرتبطة بهذا المجال ودايما بنرددها وقد لا نعلم بالزبط يعني ماذا تعني كلمة مثلا الجيل الخامس أيو بمعنى إيه؟ هو ده بيطلق على الجيل متطور من خدمات تلفون المحمول يعني تلفون المحمول عدى بتلت مراحل ابتدى بالجيل الثاني وبعدين الجيل الثالث وإحنا دلوقتي في الجيل الرابع في مصر أي والجيل الخامس اللي العالم كله ابتدى يبقى فيه وإحنا عندنا شركة واحدة دلوقتي اللي أخدها ترخيص بالجيل الخامس فالجيل مع تطور الأجيال دي في كل نقلة من جيل لجيل بيبقى فيه تطور نواي في التقنية المستخدمة وفي الخدمات اللي ممكن تقدم باستخدام هذه التقنية أي السرعة بتزيد سرعة نقل المعلومات والصوت الجودة بتبقى أعلى القدرة على توصيل عدد أكبر في نتاج غرافي بتبقى متاح أكثر فبنقدر يعني نقل الفيديوهات على الموبايل ده ما كانش يقدر يتم في الجيل الثاني بكفاءة جيدة بياخد وقت أطول النهاردة بقى كل الشباب بيعملوا دونستريمينج لفيديوز وأغاني مصورة ولقاءات ده ما كانش ممكن يتم قوي في الجيل الثاني والثالث الجيل الخامس كمان بيدخلنا في منطقة ما يسمى بالإنترنت الأشياء بمعنى إيه أشياء لأشياء؟ يعني أكثر لأي شيء أقول لحضرتك الزميلة اللي بنتهى في ألمانيا وراحت وزارتها زميلة أستاذة جماعية وهي في البيت فجأة لقيت المكنسة وبنتهى مش في البيت وهي الوحدة بتتحرك تنظف البيت بنتهى بالتليفون وهي في شغلها بعتت الإشارة للشيء ده اللي هو اللي اسمه المكنسة تديله تعليمات إنه يبتدي يشتغل لفترة زمنية معينة وهذا الشيء مبرمج إنه بيتحرك ويعدي حوالين الكرسي ويتجنب العوائق ولقيت البيت بيتنظف ومفيش حد موجود يعني تحريك الأشياء على البعض مش بس ده نموذج